بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين زيكم يا شباب النهاردة هنتكلم عن البيت ويز أوبريتورز طبعا أنا قلت في الدروس اللي فاتت أو في الدرس اللي فات بمعنى صح أن البيت ويز أوبريتورز لها درس لوحدة لأنها محتاجة تركيز علشان كده أجلناها لدرس النهاردة ركز معايا بقى علشان بتبقى عارف يعني إيه بيت ويز أوبريتور قال لك يا سيدي ان البيت ويز أوبريتور ده أو الأوبريتورز دي بتشتغل على البيت أو مقارنة على مستوى البيت طب إيه البيت ده قال لك يا سيدي أصغر وحدة تخزين عندك البيت ودي لإما صفر أو واحد يعني قيمتها صفر أو واحد طيب يعني أنا بقول عليها صفر أو واحد مش أنا أقيل لك دلوقتي إن البيت دي بتسوي 8 بيت أنا خدت 8 صفار وحطتهم جنب بعض سهلة خالص يبقى إحنا كده هنقول بكل بساطة إن البيت بتسوي كم؟ بتسوي 8 بيت فأنا قلت إن البيت الواحدة بتسوي كم؟ بتسوي 8 صفار ممكن حطهم 8 وحيط وممكن أشكل شوية صفار وشوية واحد براحتي صح؟ أنا هسبت الصفر هقول عندي يا سيدي أنا عندي كده 8 صفار كده كم؟ بيسوي بيت لإن كله صفر بكام؟ ببت والبيت بتسوي كم؟ بتسوي 8 بيت عشان كده حطيت كم؟ 8 صفار طيب لو أنا قلت عندي رقم صحيح أي رقم صحيح بيتخزن في الزاكرة بكام؟ بي 4 بيت يبقى أنا مثلا لو قلت إن أنا عندي 10 مش العشرة ده رقم صحيح؟ لما أجي أخزنه أو أحاوله البياناري هيبقى بالشكل ده كده هاخد الواحدة بتاعت لي البيت دي بحطها 4 مرات لإنه إيه؟ بيتخزن في 4 بيت بفيه عند 4 بيت هيتخزن فيهم العشرة دي طيب تعالوا نحسب العشرة دي نحولها البياناري كده هنعمل إيه؟ هاخد أول وحدة من على اليمين اللي على اليمين هنا كده عاملها قبي ونزلها تحت عشان أقولك هنحسبها إزاي خد مسافات بس ما بينهم كده و ناخد نسخة منهم نحطها فوق عشان نرقم رقم معي بقى من اليمين اليلي يسار أول صفر ده هتديله رقم واحد هيبقى كده واحد طيب التاني صفر ده هيبقى اتنين هتديله هنا اتنين لغاية كده مفيش أي مشاكل خالص اهو طيب تعالوا على الصفر التالت الصفر التالت ده بقى يا باشا هيبقى اربعة يبقى انت كده عرفت انا بعمل ايه؟ انا كل مرة بضاعف والرقم بيزيد معي بشكل مضاعف يعني اتنين يبقى اربعة اللي اربعة تبقى تمانية يبقى المفروض ان احنا هيبقى كم؟ تمانية طيب شوف لي بقى رقمين وهكذا بقى يعني بعد التمانية هيبقى ستتاشر المفروض السفر ده يبقى ستتاشر وانت طالع لكن مش محتاجة خليه ستتاشر خلينا بقى نشوف انهي رقمين في دولة وجمعناهم يدينا عشرة هتقول لي اللي اتنين والتمانية يديك عشرة صح؟ جميل اوي يبقى انا هروح عالصفر ده هخلي واحد اللي هو تحت الاتنين واروح عالصفر ده اللي هو تحت التمانية خلي واحد شفت؟ سهلة خالصة اوه تعالوا بقى ناخد الرقم ده كده لو انا جيت قلتول بكل بساطة عندي الموقع ده بيحول لي البيانير النمبر حطيته هنا كده قلتوله يجعوا لي الاصل كده هيدينا عشرة قصوا طوله هنا هعمل لي كونفيرت شايف؟ عشرة يبقى احنا كده حولناه صح؟ طيب تعالوا مسلا نحاول اتنين راجع ده الصفر زي ما هو ده الصفر زي ما هو ده انا عاوز اخلي اللي اتنين بيانيري يعني هخلي رقم اتنين ده رقم اتنين الصحيح يساوي بيانيري هراجع ده الصفر زي ما هم هقولك بسيطة انت مش محتاج حاجة الصفر ده بواحد صح؟ اهو والصفر ده بكام؟ باتنين اهو تمام؟ هل انا محتاجك مع حاجة عشان اطلع على الاتنين؟ ما الاتنين موجودة عندي صريحة اهي؟ ههم حاطت هنا واحد خلاص ههم رايح كده واخد ده لو جيت حوله واقول له ده قيمته بكام يعمل حاج خلينا مسلا نخلي ده صفر عشان بس ما قدش نشيل المسافات وتاني صفر عندي كان بواحد كونفيرت هيقول لي اتنين صح؟ نفس الموجود هنا اهو يبقى انت البقى فاهم الدنيا ماشي ازاي؟ طيب تعالوا بقى لو انا قلت هنا معي number بيساوي عشرة خلاص وقلتلك بكل ببساطة يا سيدي ان انا عاوز استخدم ال b twice operator انا عندي اول واحد ايه؟ عندي الاتنين الاولانين اللي هو shift والright shift left و shift right فاهمنا بقى موضوع shift ده لو انا قمت اقيل هنا my result بيساوي الاتي بيساوي ايه؟ هناخد النم يتعامل shift للlift بمقدار واحد يبقى انا عاوز يعمل لي shift بمقدار واحد بنته بس منين من اللفت لانا عندي السهم التالي رايح نهت الشمالة يبقى lift جميل قوي يبقى انا محتاج احسب العشرة احنا حسبناها قبل كده اخد انا دول كده اخد ما بينهم مسافات انا بس بفهمك احنا هنعمل ايه؟ في موضوع shift ده ناخد دول كده ونحطهم هنا لاحظ ان عندي هنا لما اجا اشتغل على العشرة عارفين ان العشرة اتنين وكام وتمانية تمام؟ لان الصفر ده هيساوي كام؟ واحد الصفر ده هيساوي اتنين ده هيساوي اربعة وده هيساوي تمانية يبقى نحط هنا واحد عشان ثمانية وهنا واحد عشان اتنين يبقى اتنين وتمانية عشر يبقى كده كام؟ دول كده عشر حسبناها بكده لسا حسبناها دلوقتي لما يقول لك shift من اليسار بمقدار واحد يبقى انت تروح على الصفر الشمال ده تشيله اهو شيلته هاجي بقى على اليمين عوضه احط الصفر جديد شفت ايه اللي حصل شيلت صفر من الشمال وحطت الصفر على اليمين بداله لما اجي اخد ده كده واحوله ونشوف نتكتب كام طبعا كل انا عملته هو طبعا لو حطناه هنا لصق نشيل مسافات قلت له convert هايديني عشرين خلاص؟ طيب طبعا كده نشوف فعلا هايديني عشرين ولا لا لو انا قلت له say اطبعلي الناتج بتاعي قلت له اطبعلي الناتج بتاعي يا سيدي لو انا قلت له example3.pl اداني عشرين خلاص؟ نفس الناتج اهو طيب لو انا عكستها خلتها لل right نفس الكلام نفس الكلام والله انا بقى اشيل الصفر اللي انا كنت حطه عاوز ارجحها عشر زي ما كانت ورجع الصفر بتاعي مكانه كده عشر زي ما كانت هاي نبدأ بقى نشتغل على ايه؟ على موضوع ال right ده قال لك اعمل لي shift من ال right هقوم رايح على اليمين shield صفر اهو ورايح على الشمال حط صفر بداله بسيطة خالص ايه؟ لما يقول لك shift من الشمال تروح على الشمال تشيل صفر وتروح على اليمين تحط ايه؟ صفر بداله طب قال لك من اليمين تروح على اليمين تشيل صفر وتروح على الشمال تحط صفر ايه؟ بداله اهو يا سيطة اخد copy وقوم رايح حاطة الرقم ده كده تخيل كده ده بكام؟ تعال كده نشوف دول بكام؟ مش الصفر ده بواحد وده باربعة يبقى ده خمسة طب عرفت ازاي؟ عد معاك كده واحد اتنين اربعة وبما ان الاتنين دول محتوط عندهم واحد يبقى انجامعوا يبقى واحد واربعة خمسة يبقى من قبل ما نحولها عارفوا ان هي ايه؟ خمسة تعالوا نشوف كده convert خمسة او يبقى الناتج بتاعه يطلع خمسة تعالوا نشوف كده شايف؟ طلع خمسة اوه يا سيدي موضوع سهل وبسيط لو انت فهمته لو ركست معانا بس طلق جدا طيب ماشي يا سيدي يبقى انا هكده عرفنا موضوع الشفت طب ما تيجي انصعابها شوية خليها شفت اتنين اهو من الرايت واحد هيقول لي هنعمل ايه؟ هرجحها عشرة زي ما كانت هرجع ايه؟ الصفر بتاعي هنا تاني واشيره من الشمال كده بعت عشرة واحد بقول لي شفت من اليمين لايه؟ شفت من اليمين كام؟ اتنين بيت هوم رايح شغيل ايه؟ الصفر والواحد دول شغيلهم خالص شغيل اتنين بيت دول خالص وراح للشمال ايه؟ حاططوا معوضهم تاني في الشمال اهو خد بقى الرقم ده كده هقول لك من غير ما يحوله وعارف ان الرقم ده هيساوي اتنين ازاي عام؟ بسيطة خالص احنا لسا بحاولين دلوقتي الرقم ده هيساوي اتنين ده بواحد وده باتنين مش محتاجي ان انا نحوله على الموقع تعالوا شوف كده هالفعلا هتطلعني الناتج اتنين ولا لا اتنين اهو يا عام فهمت بقى انا بعمل ايه؟ في موضوع الشفت اما اقول لك شفت من الريت شوفه عاوز تشيل شفت قديه شيله واعوضه في الشمال بصفار خلاص؟ قال لك شفت من الشمال شوف انت عاوز قديه في الشمال شيله واعوضه في اليمين بصفار وهكذا الدنيا زي الفول لي يعني مش صعبة جميل منيجي بعد كده الابريتور اللي بعده الاند 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 محتاج لقيمتين عشان يشتغل عليهم خلاص؟ تعالوا نحول لرقم اتنين ده كده نحوله هنقول مثلا صفر اتنين خلاص كده نحولته كده بقى بيناري وارجع العشرة الاصله هنا صفر العشرة بتاعي كان كام هنا واحد وهنا الثمانية يبقى واحد كده العشرة رجعته زي ما كان او تعالوا بقى نقارن ما بين العشرة والاتنين خلاص؟ رحز ان ده بيساوي اتنين وده بيساوي عشرة عازين ببقى نشوف الناتج لو انا شلت ده وخليته اند قارن بقى كده بتقارن ازاي؟ قالك لازم يكون المقارنة على مستوى البت بتاعك كل بت بنقارنها بالتانية خلاص؟ قارن كده صفر وصفر طبعا انت مش بتجمع وبيقولك يا سيدي لو الاتنين فيهم واحد نزل واحد غير كده ما تنزلش ايه؟ غير صفر صفر وصفر هل الاتنين دول فيهم واحد؟ لا صفر وده برضو صفر وده صفر طيب ده في واحد والتانية ما فيهوش يبقى برضو صفر الاتنين فيهم واحد اهو هنزل واحد صفر يبقى انا كده عند القيمة بتاعتها تبقى بكام؟ باتنين تعالوا كده نشوف هل فعلا هتبقى باتنين ولا؟ اه باتنين هاي النتج بتاع هيبقى باتنين طيب تعالوا كده نشوف باتنين يا سيدي قيمتي دلوقتي باتنين طب واحد بقول لي حول التلاتة بسيطة خالص التلاتة عندي كام واحد واثنين هم خلي ده بكام بواحد اجمعهم بقى تاني كده نفس الكلام برضو هتبقى باتنين لان عندي هنا الاتنين مش متشابهين لو جيت اشغل اسكريبت بتاعي قال لي باتنين يبقى لازم الاتنين يبقوا واحد عشان ينزل واحد غير كده تنزل ايه صفر خلاص يبقى انا دلوقتي لو انا قلت مثلا ضغطك المفوت دلوقتي بيساوي تلاتة صح؟ هتلع برضو اتنين لو انا جيت كده قمت رايح ايه لوت تلاتة اهو يا سيدي عشان بس ايه اقطع لك الشك باليقين اتنين اهو صح؟ لانا كنت محول تلاتة دلوقتي تطلع لي كام اتنين فتبقى انت فاهم احنا عملنا ايه يبقى الان بتعمل ايه؟ بتقارن كل بت والتاني والله لو الاتنين صفر ينزل صفر واحد صفر واحد واحد ينزل صفر طب الاتنين واحد في الحالة دي بقى نزل واحد لازم الاتنين يبقى واحد خلاص؟ جميل جدا سيبها زي ما هي كده ونطبع عليها المثال اللي بعد كده الور بقول لك في الور يا سيدي هنشيل بقى ونحط هنا الور قال لك مش لازم يعني لو اي واحد فيهم واحد يعني لو اي بيتم التاني فيه رقم واحد نزل واحد يا سيدي شفت؟ جميل قوي يعني مثلا عندي هنا صفر خلاص مفيش ولا اي واحد فيهم واحد وده يفضل زي ما هو صفر وده صفر وده صفر شفت ده بقى مش ده في واحد اه طب التاني مفيش يعمل حاج مش مشكلة هو بقول لك اور يبقى انت هتنزل ده واحد طيب ده صفر زي ما هو الاتنين فيهم واحد خير وبركة هسيبوا واحد زي ما هو طيب ده صفر واحد هتشيلوه وتنزل واحد في الور بيقول لك والله لو الاتنين موجود فيهم واحد هتنزل واحد لو واحد فيه واحد مفيهوش برضو هتنزل الواحد امتى تحط صفر لو الاتنين بيساوه صفر خلاص يبقى انا كده عندي كام ده يعتبر واحد واتنين يبقى كده تلاتة وتمانية اه احنا كده طبعا ده يعتبر كده احنا حسبناه تمانية وكده اه اتنين يبقى كده عشرة احداشر هتطلع الى حداشر يبقى كده عندي حداشر تعالوا نشوف فعلا هتطلع الى حداشر ولا لا تعالوا نشوف هتطلع عليه حداشر ولا لا سي ال اس شغل سكريبت حداشر جميل بيناتج بتاعي كام حداشر يبقى احنا كده عارفنا الاور طيب ايه تاني عند الاكس اور الاكس اور بقى يا باشا بيقولك الاتي بيقولك اه لو ال اتنين واحد لو ال اتنين موجود فيهم واحد تنزل صفر يعني ايه مش فاهم يعني حضرتك تنزل صفر فاهمني بشكل افضل بكل بساطة ان انا هشيل الرمز ده الاول وحط الرمز بتاعي عندي مشكلة هنا في البرنامج ايوه تمام برنامج بطيء شوية بسبب طيب مفيش مشاكل نفتح الاسكريبت تاني او اتقد تدي لي المفهوم عاك دلوقتي بس انها قفل بس الاسكريبت ويفتحه تاني تمام كده تمام كده ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم نفتح يا سيدي بأي حاجة أنا عندي الـ P ناخد الـ Example بتاعي نفتحه مثلا بالـ NotePad بفرعة H دلوقتي أنا قلت إيه؟ عاوز أحطي بدال الـ OR ده XOR هم رايح حطت هنا إيه؟ هتلاقي عندك رقم 6 في الكيبورد عالـ Shift هتلاقي ده XOR يقولك في الـ XOR لو اللي اتنين مختلفين تنزل واحد لو اللي اتنين مختلفين تنزل واحد بمعنى أنا عندي 0 و 0 هنزل 0 0 و 0 هنزل 0 إنهم متشابهين 0 و 0 هنزل 0 0 و 0 هنزل 0 طب 0 و 1 هنزل إيه؟ 1 0 و 0 هنزل 0 طب 1 و 1 مش متشابهين أهو؟ صح؟ 1 و 1 ده المتشابهين متشابهين لو مش متشابهين قالك متشابهين يبقى أنت هتحط 0 طيب 1 و كام؟ 1 و 0 هحط 1 يبقى القاعدة بتقول إيه في الـ X و الأور؟ بيقولك والله لو اللي اتنين متشابهين تنزل 0 طب مش متشابهين تنزل إيه؟ 1 تعال كده نشوف 1 ده و ده بكام؟ 8 يبقى 9 يبقى ناتج بتاعي 9 تعال كده نشوف ناتج بتاعي هل فعلا هيبقى بتسعة أو لا؟ 9 شفت؟ بقى بتسعة جميل جداً يبقى في الـ X و الأور exclusive بينول عليها exclusive يعني بقى شرط واحد بس أما في الـ or كان بتبقى inclusive يعني إيه؟ يعني والله واحد في واحد ماشي تمشي اللي اتنين فيهم واحد ماشي تمشي لكن هنا بيقولك لازم يبقى في واحد موجود عندي في البيت هنا و صفر موجود عندي في البيت هنا يعني لازم يكونوا مختلفين يبقى لما لقي صفر واحد أنزل أصدهم واحد لقيت اللي اتنين واحد هنزل صفر اللي اتنين صفر هلاقي إيه؟ صفر بدلهم أو هنزل صفر بدلهم خلاص؟ الدنيا زال فل و مفهومة مش محتاجة حاجة يتفضل لي إيه تاني بعد الـ x والـ or يتفضل لي النط في النط أنا بعمل الآتي بص يا سيدي مش محتاج بقى للرقمين أنا مش محتاج للرقمين أنا بيبقى عندي رقم واحد وبشتغل عليه بالنط هقلب هخلي الصفر واحد والواحد صفر بص لإني بنفي بعمل نفي مش كان ده صفر خلي واحد والواحد ده خلي صفر وده خلي واحد تمام؟ العشرة بقى هتتحول لإيه؟ لو أنا جيت أحسبها كده أخذها قبي وهو مرايح عندي في الموقع حاطتها نشوف النتج بتاعها هي بقى قد إيه؟ بقوله convert 253 طب العلامة دي بحولها إزاي؟ العلامة هي معروفة يعني هو مرايح شايل دي كده مش محتاج بقى واجه هنا تعالوا نشوف العلامة اللي أنا عاملها كده صح ولا لا بص لو جيت أطبق ده خطأ إيه العلامة اللي تحطتها دي طب لو خلينا هنا العلامة دي تبقى هنا قدام شوية قلتلو CLS إيه ده طلع الرقم كبير قوي صح؟ مش ملاحظين؟ ما طلع ليش الرقب اللي أنا كنت مطلعه وإيمد شوية الرقم اللي كنت مطلعه كان كام؟ كان متين تاتة وخمسين تقريباً آه صح؟ مفوض إن أنا بعم فيه يعني بحول الإصفار لواحد وللواحد بصفر لاحظ إن أنا عندي هنا خطأ صح؟ خطأ في إيه؟ أني العشرة ما كانتش كده أنا عندي هنا واحد وكان عندي واحد اللي هو أول واحد ده يبقى المفوض كان يبقى إيه؟ الاتنين والتمانية المفوض ده يبقى بصفر كمان صح؟ يبقى أنا كده عندي خطأ بسيط تعالو ناخد ده كده ونشوف الناتغ بتاعه هيطلع إزاي؟ عشان بس نتأكد نعم الكونفيرت 254 طيب هو هنا 254 وقلت له هتعملي نفي لي CLS 254 اعتقد يعني الرقم ده مش 254 بس هو ده يعني الحل اللي انا ممكن اقولك عليه انك بتنفيه تمام بس انت عارف الخطأ في ايه اقولك الخطأ في ايه خطأ في ايه انا اشتغلت على واحدة واحدة الباقي كان كله صفار فما كانش له قيمة تمام فان بما ان هو بتخزن فيه اربع يونت يبقى انت حضرتك هتاخد ده كده ركست على واحدة واحدة فعلا وده خطأ كبير عندي كان ما فرد انت هتقوم رايح ايه واخد ده كده بس اهو وتحول ده كلهم لوحاية بص كده كان واحد كده اربعة هو واحد اتنين تلاتة اربعة هاد دول بقى كده حطوهم هنا لازم ان الاربع يونت بتؤكد ايه يبقوا بالشكل ده كده تعالي نشوف فعلا هل انا ماشي صح ولا لا خلاص شوف انا عملت ايه حطهم جنب بعض يا سيدي حطهم جنب بعض كده مش اخد مسافات او خلينا اخد مسافات مش مش مشاكل عد كده عد كده ده كده اربعة ودول كده اربعة خلينا اخد بقى كده ونحولهم ونشوف هتلع الرقم الكبير ده ولا لا لان اعملت نفي كله للا اربعة وحدات الموجودين عندي تمام وده الصح لان كنت اشغال عيونة واحدة وتجهلت الاصفار البقى تعالوا نشوف كده هيعمل ايه لما حول دول اه يبقوا مش عاوز مسافات يا عم ماشي اهو شيلت المسافات مش عارف ازاي برضو شيلت المسافات خالص اهو اعمل لي convert اه طلالي رقم كبير شايف ده الرقم اللي طلعه لي ما اعتقدش برضو ان الرقم اللي احنا اعملناه هو نفسه بس يعني الى حد ما يعني تمام تعالوا نشوف لو شغلنا كده اعتقد زيه الرقم ده اه شبهه شويه تسعى مش زيه يعني ومش نفس الناتج بس مش مشكله اعتقد الدنيا يعني تفاهمت معاك في معظم البيت وايس اوبريتورز فهمنا موضوع البيت ده صفر واحد والبيت ده ثمانية بيتس والبيت دي منقسمها ثمان تصفار ونعملها اربع وحدات بناخد الوحدة الاخيرة نشتغل عليها في النفي بننفي كله زي ما احنا كنا شغالين كده عشان يطللك النتيجة الاقرب يعني ده معنى صح بس يا سيدي ده ايه البيت وايس اوبريتورز هنستخدمها والله او ممكن او ممكن لا ده لو انت عاوست تشتغل على مستوى البيت سعتقدش ان احنا نستخدمها في دروس تانية يعني قليل قوي لو انا اقولك انها نستخدم البيت وايس اوبريتور خلاص ده بالنسبة لدرس النهاردة اتمانية درس النهاردة يكون اعجبكم وشكرا لكم جمعة